السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيتكم بوصفة جديدة تعهد اللي تختلت بالشوكورة ولا نقول لهم اللي جابوناز يجيوا بزف شابين واحد الحشوة والمكسارات يجيوا بزف شابين ان شاء الله تنال اعجابكم وصفة اليوم واتنسوش تخليوا لي لايك الفيديو ونمشيوا بديو مع بعض بسم اللي هم بديو اللي هن بديو بالعجينة سوف نحتاج بها 150 جرام الزبدة تكون بحرارة الغرفة لا تكون بردة سوف نضيف عليها أحباب البيض اللي هن نخدمه في اللابط هي الأولى ونضيف عليها كاس الى رابعة السكر الناعم هذا اللابط يجي بزف خفيفة ويجي مقرمشة ونضيف عليها مغرف صغيرة نضيف عليها الفانيليا ونخلط هذه المقادير مع بعض نمزجهم مع بعض بعد ما خلطتهم اللي هن رايح نزيد على هديك الفارينة ربعة مغرف صغيرة خميرة الحلويات ونبدأ نجمع العجينة نبدأ نزيد الفارينة غير بشوية بشوية حتى نتحصل على واحد العجينة تكون طرية وتكون متماسكة ما تكونش تلصق في اليدين وما تكونش ناشفة يعني كي تحكموها تحسوها بلي طرية بعد ما لميتها سوف نحلها بالحلال لكي نتحصل على طرية لكي نتحصل على طرية لكي نتحصل على طرية هذه الطريقة سوف تساعدكم بزاف سهلة نجيب هذه القطعة كما راكم ترون ليس قطع دوائر قطعت هذه القطعة على طرية ونبدأ نعمل طريقة سهلة طريقة سهلة وماهلة لا تأخذ لكم اليد لا تأخذ لكم الوقت لا تأخذ لكم موالو شوفوا ما سهل سهل خيمة تضعي كورة العجين وتسرحي فيها يجب تعيك وتملي هذا يعمل ماء وتطبع سهل سوف نكمل كامل بهذه الطريقة تستطيع اصطبعهم كامل وتضعهم في المول يعني تخدمي خدمة دربة واحدة سوف نكملهم كامل ونتقبهم بهذه الطريقة سوف ندخلهم على درجة متوسطة نحمرهم كامل سوف يكونوا حمر وهذه الطريقة السكرية يكونوا حمر سوف ندخلهم سوف ندخلهم سوف ندخلهم شوكولات تختيني ملتحت كما لكم ترون ندخلهم تعمرهم ملح سوف تعمرهم ملح تقدروا ملح وملاح تصل على المعجون يتصل على سبيل المعجون يتصل على سبيل المعجون يتصل على المعجون كما ندخل نعمر فيه وكان عندي الجوز حمصه أكيد تحمصه حتى يطلق البناء ونضع حبيبات في الوسط الجوز أو اللوز أو المهم المكسرات التي يكون لديك يجب أن يضعوا حتى البناء نحن نكمل نعمرهم ونجد الكريمة معكم نحتاج كريمة لأن هذه الشانتية نحتاج فيها كاس ما بارد وكاس تغبر الشانتية ونضع الحم عادة نضع الحليب بلاسة الماء بالباطر حتى نحصل على الكريمة ثقيلة واللي هنا نضع مغرف صغيرة هذا الشوكولات التخطيني تقدروا تضع الحليب عطر القهوة ونضع الحليب ونضع الحليب ونضع الحليب كريمة كريمة ونكمل التخلط بالباطخ ونعمر الكريمة نتعي في البطر كي نبدأ نعمر بها هذه هي كم تخطيلات كما رأيكم قصيتها بلنقص يعني لا ينضع ونعمر كما رأيكم نعمرهم مليح هذه أولا لم أفصدها كما رأيكم ونعمرهم مليح ونعطيهم العلاوة لتعليم كما رأيكم كما رأيكم أظهر كما رأيكم كما رأيكم كما رأيكم نعمر هنا سوف تغطيها سمحوا لي فهمتوني كيف عمرتهم بهذه الطريقة تعلوهم يعني تعطوهم الكريمة لكي يأتيوا عاليين ويأتيوا شابين بعدما عمرناهم ندخلهم للكونجلاطق 1-5 ساعة نضيفهم الشوكولات لكي يحكموا ريصانهم لكي نضيفهم الشوكولات لا تضيفهم هناك دوبت الشوكولات وبعدما دخلتها من الكنجلاطق يعني هذه الشوكولات عادية نضيفها سخونة ونبدأ نضيفها في هذا القلص في هذا الشوكولات كما رأيكم ترون كيف تكون الكريمة بردة سوف تخفى جميل هذه الشوكولات لا تزيدكم كمشة شاهدوا كيف يأتيوا شابين نغطسهم مليح في هذه الشوكولاتة يعني وصفة سهلة اقتصادية ويأتيوا كثيرا شابين نهائلين وبنان نكمل القلصة كامل هذه الشوكولات لا تزيدكم هذه الشوكولات لا تزيدكم هذه الشوكولات تجدوا شابين ونجدهم ينشفوا في خاطرهم ونجدهم ونجدهم يبردون ونجدهم ونجدهم هذه الشوكولات ونجدهم 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 نحل معكم من داخل كيف يأتيوا طبقات هائلة هذه اللي هنا نحلها معكم شوفوا اللي هنا كيف تجي تجيب السفة هائلة شهيتكم فيهم بالصحة إن شاء الله تجربوهم وتشاركوا معي الصور في الفيسبوك ونشكركم على المشاهدة والسلام عليكم وحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة